السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز في الحقيقة في جزئية رقم 7 من شبط الرقم 2 هنتكلم على تأثير الخرارة على الخواص الميكانيكية للسير موبلاستيكس احنا قلنا هذه التجربة اللي قدامنا في الحقيقة هي نتيجة لمجموعة من التجارب طبقت أو اتعملت هذه التجارب عند درجات حرارة مختلفة اللي هي 23 أو 65 أو 90 بغرض إيجاد علاقة ما بين درجات الحرارة دي والابلايد السيريس والتايم تو رابد شر طب إحنا إيه اللي لقناه؟ لقنا أن بزيادة درجة الحرارة الابلايد السيريس بيقل دي نقطة النقطة التانية لقنا أن فيه تريند عام لجميع درجات الحرارة اللي احنا استخدمناها إيه هي أو إيه هو هذا التريند العام؟ لقينا أن كل ما ياخد أو كل ما نطبق أبلايد السيريس أعلى ياخد وقته أقل كل ما يقل للأبلايد السيريس ياخد وقته أكتر يقل للأبلايد السيريس ياخد وقته أكتر كل التريند ده كان في كل درجات الحرارة في الحقيقة هذا المفهوم كان موجود لدينا أيضاً وما اختلفش كتير لما كنا بنتكلم على تأثير الحرارة على الاستركشر بتاعة سيرمو بلاستيكس إزاي؟ لما قلنا أن كل ما تاخد درجة حرارة أعلى في عملية التشكيل كل ما المادة تلين أكتر وإذا كانت لاند أكتر يبقى بتاخد استريس أقل تمام؟ طيب هذا المفهوم في الحقيقة ما اختلفش عن المفهوم اللي احنا وصلنا له في هذه التجربة يعني الاتنين بيكملوا بعض المعنى صح؟ زي ما لقينا أن كل ما زادت درجة الحرارة كل ما قال الأبلايد استرهز